خبر صادم انتشر على السوشيل ميديا مبارح من بعد وفاة نور قاظم وهي زوجة الفنانة العراقي جلال الزين وبحسب طبعا المعلومات الاولية اللي انتشرت اللي نور اتحرت باستخدام سلاح كلاشنكوف كان موجود في بيتهم في بغداد واثرت طلقة موجودة وشفناها من خلال فيديو انتشر على السوشيل ميديا على جدران حقاة احدى الغرف وفي تطورات القضية اعلن مصدر امني عراقي امس عن اصدار مذكرة توقيف بحق جلال وتعميم اسمه على جميع المطارات والمنافذ البحرية والبرية لمنعه من السفر بين العراق وايضا تحويل القضية الى مكتب مكافحة احرام المنصور والسبب هو اختفاءه على النظار من وقت الحادثة الشيء اللي اثار الشكوك والتساؤلات حوله وهالشيء اظن خلى الناس تحلل انه يمكن الوفاء سببها القتل وليس الانتحار خاصة انه ان قال انه كان فيه خلافات بينهم بسبب الغيرة فالاخبار الاولية اللي انتشرت عن سبب انتحار نور اللي هي من مواليد 1995 بتقول انه نور وجلال اتجوزوا من اربع شهور عرفيا وعلاقتهم ما كانت مستقرة بسبب طبيعة عمل جلال لكن كل الكلام ده مجرد تحليلات غير مثبتة فالتحليات بدأت واكيد هيكون فيه تحليل مثبت للطب الشرعي ومن بعد طبعا هتتوضح الامور والحقيقة كلها للناس اشتركوا في القناة